اهلا بحضراتكم الدراسات العلمية لم ولن تتوقف عن اكتشاف كل ما هو جديد بالنسبة للنظام الغذائي والتخصيص خلينا نرلكم انه مؤخرا توصل الدراسة حديثة اجراها بحسون في جامعة هارفرد الامريكية الى ان بعض التغيرات في نظامنا الغذائي ممكن انها تطيل متوسط العمر المتوقع يعني لو غيرت نظامك الغذائي هتكون احسن وعمرك قد يطول بتوصل البحثون في الدراسة بعد تحليل بيانات اكثر من 119000 بالغ على مدار 36 سنة الى انه يمكن تقليل خطر الوفاء المبكرة بنسبة 20% تقريبا عن طريق تناول المزيد من الاطعمة من 4 نوات صحية الدراسة لقيت ان الاشخاص اللي بيتناولوا وجبات عالية الجودة او بيتبعوا نظام غذائي غاني بالعناصر المفيدة عندهم خطر اقل بنسبة 20% للوفاء مبكرا بسبب السرطان وامراض القلب والاوعية الدموية وكمان الجهاز التنفسي والتنكس العصبي بغيرهم ممن لا يتبعون مثل هذه الانظمة الغذائية الصحية كمان تضمنت الانظمة الغذائية عالية الجودة كل من مؤشر الاكل الصحي وحمية البحر المتوسط وكمان نظام الغذائي النباتي الصحي ومؤشر الاكل الصحي البديلة بتشترك جميع هذه الانظمة الغذائية بمكوناتها اللي بتضم الحبوب الكاملة والفواكه وكمان الخضروات والمقصرات والبقليات تعليقا على الدراسة قال المؤلف الرئيسي من جامعة هارفورد فرانك بي هو الشيء الجيد هو انه يمكن لمن يمل من اتباع نمط غذائي واحد لفترة من الزمن الانتقال الى نمط غذائي صحي اخر يحقق من خلاله فوائد عظيمة للجسمة وذكرت التقطيع انه نظام البحر المتوسط بيقوم على تناول الفكهة والخضروات والحبوب الكاملة وكمان البقليات والمقصرات وزيت الزيتون والاسماك وانه مؤشر الاكل الصحي عبارة عن نظام تسجيل لتقييم مجموعة متنوعة من الاطعمة وهو مقياس لجودة النظام الغذائي المستخدم لتقييم مدى توافق مجموعة من الاطعمة مع التوصيات الرئيسية للمبادئ التوجهية الغذائية للامريكيين الدراسة كمان اتكلمت عن النظام الغذائي النباتي الصحي وقالت انه بيشمل الحبوب الكاملة والفواكه وكمان الخضروات والمقصرات والبطاطس والبقليات وزيوت طيب بالنسبة للنظام البديل قالت انه مؤشر الاكل الصحي البديل بيستند الى الاطعمة والمغاذيات اللي بتتنبأ بخطر الاصابة بالامراض المزمنة وده مع التأكيد على ان الاطعمة اللي بنتناولها اكثر اهمية من النسبة المقاوية للمغاذيات نفسها دي كانت اخر الدراسات العلمية المتعلقة بالنظم الغذائية والتخسيس واشكركم على الحسن المتابعة والى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابق